يبدو أن تصريح وزارة الدفاع الأوكرانية بأن الهدوء خيم في إقليم دونباس يأتي بالتوزي مع تكثيف الاتحاد الأوروبي جهوده لمنع أي اندلاع حرب بين الطرفين في وقت عبر وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزنيكوف عن أمله أن تستمر التهدئة في المستقبل إمكانية حدوث الحرب محدودة للغاية وأنها محصورة في قيام الجيش الأوكراني بمهاجمة المناطق المتمردة الموالية لروسيا في إقليم الدونباس أو تحديدا منطقتين دانيتسك ولوغانسك وإن لم يحدث هذا فلا يوجد نية لدى موسكو لقيام بأي حرب كما روجت الميديا الغربية طيلة الفترة الماضية أعلن الكريمدين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور موسكو الاثنين المقبل بينما يزورها المستشار الألماني أوليف شولتز في الخامس عشر فبراير وهناك محاولات فرنسية وألمانية هناك زيارة المستشار الألماني الجديد يوم الخامس عشر من هذا الشهر هناك اتصالات مع الرئيس ماكرو ومن المتوقع أن تبدأ الأمور في التهدئة الفترة القادمة لكن التوصل في النهاية إلى صيغة للأمن الأوروبي هي مسألة طويلة ومسألة معقدة ولن تنتهي بسهولة يتوقع أن يستمر الصراع في التصعيد دون الدخول في حالة حرب بينما يستمر الهدوء على الجبهات دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إلى ضرورة وقف الهيستيريا الغربية ونشر المعلومات الباطلة والمزاعم حول نية روسيا بالهجوم على أوكرانيا